السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعنا يارب دايما تكونوا بخير وسعادة في فيديو النهاردة هنشوف الظهور الأول لأحفاد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكمان هنعرف تفاصيل أكتر عن أولاده في الفيديو ده بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا قالت السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأحفاد بالنسبة لها وللرئيس عبدالفتاح السيسي أجمل شيء في الدنيا مشيرة إلى أن شغل الشاغل هو بلده وأهلها وناسها وأوضحت السيدة انتصار السيسي في لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس أنها بتشكر ربنا عليه وأن شغله الشاغل بلده بيحبها جدا وبيحب ناسها وبيسعد جدا لما تكون الأمور ماشوا كويس في كل شيء ولما بنقوله الناس فرحانة بالإنجازات اللي بتحصل بيقول لسه ما عملتش حاجة وأضافت السيدة انتصار السيسي أتمنى من ربنا أن يوفقه ويعمل كل اللي بيتمناه ربنا يوفقه ويحقق كل أمنياته لبلدنا وشبابنا وشباتنا وكل سنة وكلنا طيبين وأكدت السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأحفاد بالنسبة لها وللرئيس عبدالفتاح السيسي أجمل شيء في الدنيا مضيفة بالرغم من الأعباء الكثيرة التي يحملها ويحمل همومها بمجرد ما بيدخل البيت ويلقيهم حواليه كأن ربنا بيبعتهم علشان يخففوا عنه وخصوصا أن معظمهم بنات ودي بالنسبة له سعادة تانية لأنه هو بيحب البنات جدا وبيحب بنات العيلة جدا وتدول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سورة تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحفاده جادير بالذكرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه أربع أبناء ثلاث أولاد وبنت وحيدة ولديه أربع أحفاد أكبرهم طفلة تبلغ من العمر 11 سنة حيث أن نجلو الأكبر محمود وهو ظابط بالمقابرات الحربية ومصطفى أكبر أبنائه ويعمل في الرقابة الإدارية بعد تخرجه من الكلية الحربية أما أصغر أبنائه فهو حسن السيسي ودرس اللغات والترجمة قسم اللغة الإنجليزية ثم عمل في إحدى شركات البترول في مصر وسبق وأنذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد لقاءاته أن نجلو حسن تقدم لأقصر من مرة في وزارة الخارجية شغل في وزارة الخارجية ولكنه لم يتم تعيينه في وزارة الخارجية وكان ساعتها وزير للحربية وقال أنا ما بحبش الوسطى وما بحبش أتدخل للولادي في شيء وبتعد آية ابنة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الابنة الوحيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ومتزوجة من نجل اللواء خالد فودا محافظ جنوب سينة وتخرجت من الأكاديمية البحرية حفظ الله الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسراته وللشعب المصري والوطن العربي بكده يكون فيديو النهاردة خلص انتظرونا في فيديو جديد